اشتركوا في القناة كلنا بنطمع نحن ندخل الجنة كلنا بنطمع لسه كنت قابل التصوير دلوقتي حتى بستكلم مع استاذ محمد عبدالحكيم في المسألة دي ان احنا ازاي اوصل لحسن الخاتمة في اسباب او طبعا الموضوع مش كده الموضوع النهاردة ان انا عايز اطلع شائتي في الدول الرابع مسأل الخامس هعدي على سلينة عشان اطلع لها او اركب اسنسير واطلع لها ده شيء طبيعي ففي اسباب هي ممكن توصل لحسن الخاتمة بسرعة عشان ما تقولش عليكم اولا اقامة التوحيد الخالص لله عز وجل فالعقيدة هي الاساس الذي يقوم عليه الدين كله فالاسلام عقيدة تنبسك منها شريعة تنظم شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصيح عقيدتهم دي قعدة عشان كده في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلي عليه من شاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقا والنار حقا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية تنب في الصحيحين من الحديث عدبان بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال عزيني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله طيب على ما كان من العمل يعني الجنة درجات أسأل الله رزقنا وياكم الجنة فعلى كل حسب كل عمل أنت عملته لك درجتك إيه في الجنة تمام كده فأكم التوحيد في قلبك فإنه سوف تجني ثماره في حياتك وعبن مماتك في قبرك ويوم حشرك وسيقودك التوحيد لله عز وجل إلى جنات النعيم إلى ردوان الله عز وجل ثانيا التقوى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جميل فمن أعظم الأسباب التي تقود المؤمن إلى حسن الخاتمة التقوى فهي سبب لتكفير الذنوب ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرى هي سبب لكبول العمل إنما يتقبل الله عز وجل إنما يتقبل الله من المنتقين هي سبب للخروج من الضيق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث له يختسب وأيضا هي سبب لتيسير السقرات على العبد عند الموت ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ويسبب للنجاة من المهالك ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ومن أجمل ما تسمع في تعريف معنى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أيضا التقوى هي سبب لدخول الجنة قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قال الحافظ بن رجب الحنبلي في جامع العلم والحكم واصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضب وسخط وعقاب وقاية تقيه من ذلك وفعل طاعته واجتناب معصيته وقال تلقوا بن حبيب إذا وقعت الفتنة فأطفقوها بالتقوى قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله إيه رأيكم؟ تجنون أولا تاني؟ آه طبعا ستصال صلى الله عليه وسلم يبقى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل ثالثا قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون روى مسلم عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير قال قل آمنت بالله ثم استقم فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين ويقيامه بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد قال أبو بقر الصديق الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا فأراد بالاستقامة على محض التوحيد قال عمر بن الخطاب أن تستقيم على الأمر رضي الله عنه ورضاه والنهي ولا ترغ روغان الثعارب قال ابن تيمية أعظم القرامة لزوم الاستقامة فلما احتضر أبو سفيان ابن الحارس ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب قال لا تبكوا علي فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت ناشا سنة لم يفعل خطيئة كان يصلي في الصيف نصف النهار حتى تكره الصلاة ثم يصلي من الظهر إلى العصري أيضا من أسباب حسن الخاتمة الاكثار من ذكر الموت فالاكثار من ذكر الموت يرضى عن المعاصي ويلين القلب القاسي ومن أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث تعجيل التوبة قناعة القلب تنشيط العبادة طب من نسى الموت عقب بثلاث تسويف التوبة وترق الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة واللي بيأثر في النفس من مشاهد الموت رؤية المحتضرين ومشاهد السكرات فكل هذا بيمنع الأكثان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد دخل الحسن البصري على مريض يعوده في وجهه في سكرات الموت فنظر إلى قربه وشدته وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقال الطعام يرحمك الله فقال يا أهلا يا أهلا عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى ربي لذلك روى التلمذيون النسائي وصحابه الألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلى عليه أكثروا ذكر هذه من لذات الموت وروا ابن ماجة والحاكم على ابن عمر أن النبي سئل أي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم مستعدادا لا أولئك هم الأكياس أيضا من أسباب حسن الخاتمة الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقونوا مع الصادقين والصدق اتكلمنا عنه كثير حتى لو أطير عليكم أيضا من أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله كما روى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي به إن خيرا فخير وإن شرا فشير وروا مسلم عن جابر أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بثلاث لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله عز وجل لذلك روى تلمزي وحسنه الألباني أنه سألن نبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه وسلم دخل على شاب وفي الموت فقال كيف تجدوا؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف يقول عبد الله بن مسعود ليغفران الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر أيضا من أسباب حسن الخاتمة التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والجأيات في التوبة كثيرة جدا 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 ولا تحصى ولا تعد في هذا الوقت أو يعني لديك الوقت أيضا من أسباب حسن الخاتمة الدعاء لا تمل من الدعاء وتزلل بين أدي الله عز وجل ومن أسباب حسن الخاتمة البعد عن أسباب سوء الخاتمة زي فساد المعتقد والانغماس في البدع النفاق ومخالفة الباطن الظاهر تسويف التوبة طول الأمل وحب الدنيا تعلق القلب بغير الله طول الأمل وحب الدنيا زمعون الف المعصية والإسرائيل عليها الانتحار واليأس من رحمة الله مصاحبة أهل الفساد عدم الاستقامة على طاعة الله عز وجل كل دي أسباب بتبعد عنها تصل إلى حسن الخاتمة أسأل الله بأسماء الحسن وبصفات العلاء أن يرزقنا وإياكم عند الموت شهادة يرزقنا عند الموت شهادة و Пока الموت شهادة عند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة فازكرنا الله وإياكم حسن الخاتمة و أحبكم في الله و صلاة الله و محمد و على صاحبي و سل لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك